ستة ملايين وخمسمائة ألف سائح توافدوا على المملكة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية وهو ما يشكل ارتفاعاً بنسبة 21% مقارنة مع سنة 2019 ذلك ما أفادت به وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني حيث قالت الوزارة إن الأرقام المسجلة في شهر يونيو تؤكد مواصلة القطاع السياحي وطيرته التصعودية التي بدأت منذ شهر يناير 2023 فخلال شهر يونيو لوحده نهز عدد السياح المليون وأربعمائة ألف سائح أي بزيادة بنسبة 25% مقارنة مع نفس الشهر من سنة 2019 أداء تقول الوزارة الوصية إن عدداً من الأسواق ساهمت فيه لا سيما إسبانيا التي تزايد عدد سياحها بـ 79% مقارنة مع سنة 2019 والمملكة المتحدة بارتفاع قدر بـ 23% والبرتغال بـ 16% وإسرائيل التي تزايد عدد سياحها بأزيد من 96% مقارنة مع سنة 2019 فيما يتعلق بإنتاجية القطاع فإن مداخل السياح التي تعد مصدراً مهماً للعملة الصعبة بلغت 41 مليار درهم عندما تم شهر مايي 2023 مسجلة نمواً استثنائياً بنسبة 42% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019 موسم صيف استثنائي ستسجله إذن المملكة هذه السنة من حيث الرواج السياحي وهو الإنجاز الذي تحقق بحسب الوزارة الوصية بفضل تضافر عمليات الترويج للسياحة في المغرب وما أسفرت عنه من إبرام العديد من الشراكات مع منظمية الرحلات ووكالات الأصفار الرقمية التي ساهمت بتأمين مليونين وثمانمائة ألف زبون خلال صيف 2023 وهو ما يعادل ضعف الرقم الذي تم تأمينه خلال صيف 2019 الترويج والاستثمار في قطاع السياحة يشكلان معاً رافعتين أساسيتين في خارطة الطريق 2023-2026 للسياحة بالمغرب والتي عرفت إطلاق العديد من الأوراش المهيكلة منها تعزيز الكفاءات وتأهيل العرض الفندوقي وتقوية التنشط السياحي والخدمات ترجمة نانسي قنقر